عبد مدافع نادي جيفنتيوس ومنتخب إيطاليا جورجو كيليني مؤتمر صحفيا يوم الأحد تحدث فيه عن الحادثة الشاهرة التي وقعت خلال منافسة كأس العالم بالبرازيل عندما عضه لاعب منتخب الأوروغوي لويس والاز وقال الدولي الإيطالي في مؤتمر صحفي بإندونيسيا لقد أعربت عن رأيي من قبل وبعد الحادثة مباشرة أمل أن يراجع القرار ليس بإمكاني تأثير على هذا القرار حاليا ولكن بالتأكيد إنها حقوبة قاسية أما المدرب اليوفي الجديد أليغري قال كيليني نعمل بجد وبشكل جيد ولقد منحنا المدرب الجديد ماسيميليون أليغري دعمه الكامل أعتقد أنه سعيد بجهودنا نحن مرهقون بعض الشيء ونفتقد لللياقة وكلنا مع مرور الزمن سنتحسن